نعود من جديد في فاي بلين وصلوا في استقبال ضيوفنا كيد الحدث اليوم أمستويج منتخبنا الوطني التونسي ببطولة أفريقيا في الكرة الطائرة من رواندا بالذات معنا بتريفون رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة السيد فراس الفلع سيفراس على بيك مرحبا؟ سيفراس، حاول تسمعنا بتريفون وليس من راديو لا لا لا، شكرا، راديو شكرا سيفراس، ما حولك؟ والله الحمدولة، حمدولة، برتلا فيكم على الاستقبال راديو ورحبوا بسادة وسادية مستمعيك سبسة خاني أكيد مبروك عينيس لكل تتويج مستحق المنتخبنا تقريبا اخسرنا زوزة شوات في البطولة هذي كما يشغلت كان غالت صلاح لي تقريبا مستحق ينجم كون كينتونس تستحقوا للأقبار أكيد اليوم معناها برهنا وأكدنا إنه نحن معناها الرياضة لأفريقيا ما هي جاية من زهاج والحاجم الخدمة لأولاد وراء ومعناها حقيقة إنهما قادرين يشارعوا في مباراة في أي وقت مباراة كانت نهائية صعيدة هيس الطريق كاميروني محترم جدا معناها الداعبين تاعوا كل محترفين لكن الحمد لله الكائز لتونس مبروخ لكورة الطارية التونسية ومبروخ لتونس بي منتخبنا نجم ونقوله أصبح في مستوى آخر بعيد على منتخبات الأفريقية ولا لازم نحطه ساقنا على القاعر؟ أكيد يجب شخولة تويتها اليوم أكدنا الرياضة الأفريقية واليوم إن شاء الله البرنامج نتانى هو الوصول العالمية ما ينش بعيد برشا بش نكتب على بعضنا معناها من مستوى ولا متقارب اليوم شفتوا في الألعاب الأولمبية وصرنا ربحنا زوزا شوات صاحب الميدرية البرونزية في الألعاب الأولمبية للمنتخب الأرجنتيني اليوم شوية خدمة زايدة بسبريلي مستوى البطولة نتانى هو اللي العائق الفجير اللاعبين التانى معناها فماش مناسبة كبيرة في المباريات بعض اللاعبين محترفين بش خمر قدام ماذا بينا إذا كنشوفوا اللاعبين أخرين يحترفوا في بطولات أوروبية بطولات اللي لنسق مرتفع البطولات معناها يلعبوا في مباريات كبيرة على طول الموسم هذاك اللي بش يقربنا ويدخلنا للعالمية لكن إن شاء الله نحن كمكتب جامعية عاملين نحت باتنا إن شاء الله نكونوا بتحضيرات طيبة حتى نكونوا في مستوى الحدث في مدولة العالم 2022 إن شاء الله إن شاء الله معناها برشا ناس يقول لك الجامعة بمعناها حتى حالة علاقة بالموضوع зв» معناها العلقة كلها من اللاعب والأندية لك الجامعة لا عندها حتى م bastante قانون يمنع cz Metall Stat من ال sporting هذا يعني اختيار اللاعب كيف يمضي العقد احتراف مع الاندية التنسية لكن الجامعة اللي ما عندها حتى علاقة لا مطريب ولا مبيد لا عندها قانون مش يمنع لا قانون يعجز لا حتى ينفمش حتى قانون يعني يمنع هذا الاحتراف حر لكن بريد اللاعب والاندية اكيد موضوع كبير رئيسي في رأس لكن خلينا نحكي شوية على بطولة افريقيا رأي الناس الكل في البطولة هيري تحكي على لعبة الكواليس منتخبنا تقريبا نتأثرش لا بلعبة الكواليس لا بحد شيء من لعبيتنا تبركة عليهم تقريبا روحوا باللقب خلينا نقولوا حتى دون صعوبات كبيرة والله ايجا نقول لك معناه من هارلورة ومن اللي نحن في التحذيرات الكلمة الوحيدة مثلنا معناها الكلمة ما بين الناس كل ما بين الادارة ما بين اللي طار الفني ما بين اللاعبين هي واحدة برة كونسنتراشن عاد كيت وكهو ليزاكوتي ديما معناه من لون معناه حتى الاخر نهار وانا مع الاولاد وكل شيء خلتولهم ليزاكوتي سايبوهم للادارة انتو متلهاوكم بتانا اللي زاكوتي كل عنه عندكم مسؤولين معاكم اللي هما مش تلهاو بالحياتيات هذه ما اللي تتأثروا لا بسوء تنظيم لا بسوء تغرية لا بفندق مشباهي وقلتو ماذا كل راهو يفوسها تندرسها وفك ديما معناه هي هكا حكا حكاية معناها تونس العبود في عقل من عشر سوية زوز مباريات مشكلة في الاكل تلافيناها هذية معناها وبالحق معناها تتأثر امان جابل اللي يجيبونهم فيهم معناها ما يتاكي معناها فمتا نونف اه ونايو ركور في غاديكا عن راستوران وانتريتور اللي يوكل في الاولاد وحدنا على حساب الجامعة في كورة سايرة باش تلافينا باش خلينيهم الاولاد مركزين كان على المباريات والحمد الله الاولاد معناه كانوا في المستوى وشكرا للعبين وشكرا للإطار الفني اللي يخدم خدمة كبيرة لكن هذا شكر زاد المسؤولين اللي رافقوا المنتخب السيد محمد صالح المكبي رئيس الوفد السيد باسين فوراتي سياك بالمستاحة معناها الكل الإطار الطبي زاد خدمه خدمة كبيرة معناها مخال باش يخليوا الاولاد مرتاحين يخليوا مرتاحين كان على المباراة كاو نحن نصلك على نقطة سفراس تقريبا اثرت شوية جدل في البطولة لاعب من المنتخب المغربي اللي ما وصلت حتى للنهائي ظلم ولادنا خاصة انك نحكيوله هنا على خالد بن سليمان مثلا كيفو كلاسيكا دريان بولا فوراتي سير هذي اللجنة اختارت اه نحترمه باختيارات اللجنة لكن بالنسبة لي نحن بنسبة لينا بنسبة الجامعة بنسبة الجمهور التونسي كل اه احسن لاعك فيها هو واسين بن طارا وخالب بن زيمان وكل لابين تواسا اللي فضلوا واقصى ما عندهم باش يفوزوا بالبطولة نجم يكون فهمت احتجاج من الجامعة على حاجة من وهذا المهم هو اللقاب بالجامعة والله انا اخبرك سأسيرها كواب ما احتاج معنى الظاهيري نعرف الناس يتحققه هو لا على تونسي المسار شدائبه لان نصير البطولة الفريقية عنا المتركين البطولة عالم ذلك هو المهم داواندو نجم منقول على الخراع لتونسي وقاعة هذه متحكيكا نعم الحمد لله معنا بداية هالكورتفيل نهنيهم مرة أخرى بالبوتو التفريق التوجه بها ونهني زاد عائز كرة الطائرة التلسية وإن شاء الله في مكان الخير رياضة التلسية دائما متقلقة ودائما هذا رأية البلاد وهذا عالم تونس الفوق إن شاء الله وقت الشيء أوحى أولادنا إن شاء الله إن شاء الله نهر السبب مهر السبب تأكيد لازم استقبال كبير خاصة من أحبال كرة الطائرة والتوينس الكل اللي ما يكونوا في المطار في استقبال المنتخب يستهلوا كل خير الأولاد يستهلوا كل خير على التضحيات وعلى التعب ما نقول الكرام من شر ميل هما في تربص العيبين معناها تخيل أنت من شر ميل اليوم أنا في نوز ستمبر هما معناها في تربص بعد على ديارهم بعد على عائلاتهم على زوجاتهم ما معناها في تربص حيات كبيرة يعطيهم الصحة لطار الفني زادة كفيف في نفس النسخة معهم لطار الزبي زادة كفيف يعطيهم الصحة فتح حيات كبيرة معناها تخيل أنت ما عندك صفيف لعندك صفيف لراحة لعوثة لحتي يعطيهم الصحة واستهلوا كل خير بالحق أكيد تصلت بهم بسفيرات كيف هي الأجوال؟ أحكينا بعض الكواليس بعض المقابلة معناها فرحة كبيرة ياسر بالحق أنا أتكلمتهم لغاية طيب ما تولي جوار كلمتهم واحد واحد وكلمت لطار الفني وكنت على اتصال بهم وكنت متأكد حتى الصوت الأول إخترناه لكن أنا كنت متأكد اللي بشي يرجع لأولاد كانت عدي فيهم سيخة كبيرة وبعدها ينصر فرحة كبيرة ياسر وكلهم أكثرين اللاعبين تكلموني بتليفون وهنيوني وهناسوا وحمد الله علاقة كبيرة ياسر موجودة علاقة كبيرة ياسر مبين لعين مبين المكتب الجامي هذا أهم شيء معناها عندهم ثقة في المكتب الجامي ومكتب الجامي عندهم ثقة في اللاعبين معناها محبة وقوم مبنية بيننا وهذا هو سبب النجاح فقط للعبادي هل تريد أن تستقبل المنتخب بوقتك للوصول؟ إن شاء الله سيكون ثبت وقتك الآن ثبت العشرة واربعة العشرة واربعة، واضح إن شاء الله يكونوا بحظين الأبطال الأفريقية معهم أنت بتباع سفيراس ويجيبونا الكيس الأفريقية نعمل أحسن تكريم الأبطال تونس سحى سفيراس عددتك معنا برك الله فيك كان هذا فيراس الفيرلح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة بتوفيق إن شاء الله عطيهم صحة منتخبنا للكرة الطائرة تتوجه من بطولة أفريقيا في قاعة كيغالية بالذات القاعة اللي توش فيها منتخبنا منذ أيام بطولة أفريقيا في كورتسالة منتخب الفولي كيف ينسج على منويله ويعود بلقب في مئين ما قلنش حقيقة برشة صعوبة في الفوز به منتخبنا كان نهزم في دوز أشوات فقط تيلة بطولة كاملة منتخب مصر كيف كيف فوزنا عليه المنافسة المباشر منتخب الكاميرون في النهائي يعطيهم الصحة أولادنا وبالتوفيق إن شاء الله في قادم المناسبة هكا نكملوا في البلاي اليوم اللي فاتوه الفيديو متعنا والمداخلات النجمي يرجع صفحتنا إكسبرس أفهم وإلى الصفحة الخاصة بالرياضة إكسبرس سبور يلقاوا كل التصريحات والمداخلات الخاصة بحصتنا اليوم كنا في البداية تخذينا أي من صريق صلاعب النجم الرياضي الساحلي سابقا للتحق بالبطولة المصرية مع نادي فيوتشر المصري فريق الصاعات حديثة للبطولة المصرية نحكي على عديد الكواليس أي من صفاقسي من بينهم غيابه على المنتخب التونسي احترافه في مصر بدل أوروبا في حين أنه لاعب متوج بلقاب الهدفين في الموسم الماضي نقطة نحكي عليها أيضا برح مع محمد الحاج محمود الذي كان في سويسرا أيضا كان نضيفنا اللاعب سيف الدين الجربي ونحكينا على أسباب فشال انتقاله الأولمبيا البيجي والتصريح سيخن من سيف قال يكره الاستبداد في السعودية يقلق من العيشة في السعودية معاشي يحب يتعدى حتى بالطيارة من فوق السعودية على ذلك أحب يرجع الأولمبيا البيجي لكن تم منعه من السفر الأسباب والتفاصيل والكواليس الكلتس مترجع وتلقائه في تصريح سيف الدين الجربي وكمنا مع فراس الفلح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة ونحكينا على تتويج المنتخب بطولة أفريقيا ثالثة في تاريخ ثالثة على التوالي للمنتخب التونسي رغم المحابات رغم المحابات وتبعه من رئيس الاتحاد الأفريقي المغربية بوشرح جيج كيف نقطة استفهام حول عدم تتويج لاعب تونسي بلقب الظلاع في البطولة ومنح اللاعب المغربي لغم عدم وصول المنتخب المغربي للنهائي خالد بن سليمان واللواسين بنترى لي كانوا أكثر اللاعبية استحقوا تتويج هذا ثعينينا هم أبطال هم أبطال الفريقية هم أحصل اللاعبين في فريق يعطيهم الصحة لولاد الكل اسماعيل مع الله حمزة نجل ولاد الكل منتخب الكل يعطيهم الصحة وبالتوفيق لهم نذكر في البلايتي تبدأ تلت البرمجة الشتوية من مطلاثة حتى الربعة عامة عشرية من اثنين حتى للجمعة في توقيت جديد أمن هلكم فريق الرياضة الجمعة باش تكون ميتون مع محمد الهادي بولعابة ورفيق الهرقيم كما تعودتوا بها تعود في البلايتي الشتوية وكيف كيف السبت المواعد اللي تعودتوا به الحوار الأسبوعي في زون ميكس معينا اسلام المدب ضيف كل أسبوع في حوار كما تعودتوا به جريء جدا شكرا عليكم في الإخراج شكرا تقوى المديوني في الإخراج الرقمي أجمل تحية اسلام المدب شكرا شكرا